موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الإمارات اليوم التي عنوانت أوبرا يشغل محتويات الواقع الافتراضي مباشرة أفدت شركة أوبرا أن متصفحها الذي يحمل اسم الشركة نفسه سيتمكن مستقبلا من تشغيل محتويات الواقع الافتراضي من الانترنت على نظرة VR مباشرة وأن المتصفح سيتعرف تلقائيا إن كانت نظرة الواقع الافتراضي موصولة بالحاسوب أم لا صحيفة الرأي الكويتية عنوانت قريبا الأجهزة الإلكترونية بلا منفذ USB ذكر موقع بيزنس إنسايدر إن شركة أنتل الأمريكية تتجه إلى تعويض منفذ USB الحالي بآخر من نوعي C أقل حجما وأن التغيير المرتقب سيتيح سرعة أعلى في نقل البيانات بين الأجهزة الإلكترونية والUSB إلى صحيفة النهار اللبنانية التي عنوانت خبر مفاجئ أول حالة انفجار لهاتف آيفون 8 بلاس في خبر مفاجئ وغير سار فد موقع جيزمو تشاين الصيني عن انفجار هاتف أبل الجديد آيفون 8 بلاس أثناء عملية الشحن وقالت وسائل الإعلام التايوانية إن سيدة من مدينة تايت شونغ اشترت النسخة الذهبية لآيفون 8 بلاس وكان الهاتف يعمل بشكل جيد حتى بعد ظهر الثلاثاء عندما انفجر بينما كانت تشحنه وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت أبل تستعد لإنتاج رقائق خاصة بأجهزة لابتوب ماك القادمة كشف تقرير حديث أن شركة أبل تفكر في إطلاق أجهزة لابتوب جديدة تحمل الرقائق الخاصة بها بدلاً من الشرائح التي تنتجها شركة أنتل فهواتف آيفون الحديثة التي أطلقتها الشركة تعمل من خلال شرائح أبل التي تستند إلى مجموعة ARM Instruction ولكن أجهزة لابتوب ماك المتاحة حالياً في الأسواق تستخدم رقائق من أنتل ترجمة نانسي قنقر